أهلا بحضراتكم من جديد الحياة وإنت بتتابع الالتفافة اللي حوالين النادي الأهلي وحتى النجوم الكبار اللي مشوا من النادي الأهلي واللي ممكن يكونوا ملعبوش فيه كتير واللي ممكن يكونوا أحبوه عن بعض تدرك قيمة وعظمة النادي الأهلي ومن منطلق هذه القيمة وهذه الروح وهذه الأصالة لأنه اللي بيحتفظ بالفضل لكيان وقيمة ده حد أصيل لكن فيه ناس ما بيتمرش فيه ما بيتمرش فيه وأنا هنا بتكلم على وقعة شفناها في أحد استوديوهات قناة الكاس القطرية قناة مستضيفة الكابتن نادر السيد مجلس عربي عدد كبير من الناس اللي موجودة أنا هنا لو واحد أهلاوي موجود في هذه الجلسة وأساء لنادي الزمالك أو لنادي الإسماعيل أو لنادي الاتحاد سدقوني هنرد عليه وهنقول له ما يصحش لأنه حتى بقانون الاحترام أنا بحترم كائنات بلدي فما بتكلمش على نادي معين في الداخل أروح أتكلم في الخارج واتكلم بالطريقة دي واتكلم بما يسيء واتكلم بما يسلب الأهل حقه كابتن نادر السيد الأول حنشوف الفيديو في هذا المجلس العربي لأنه فيه كلام كتير يجب التوقف عنده حفاظا على الأهل والاحترام فريق أهلي وهذا واقع بحسن شيء قانون جمهور كبير أكبر أكثر فريق شعبية في إفريقيا وفريق القرن في إفريقيا يعني زعيم اعتبار في إفريقيا لا، هذا واقع لا لا، مش فريق قرن نادر نادر المعايير والمقاييز متاع فريق قرن هو فريق قرن اللي هو اللي فات اللي هو قبل الألفين البطولات الأفريقية اللي أخذ زمالك أكثر من أخذها الأهلي هو هل ممكن الأهلي يوصل مثلا قبل النهائي مرتين تبقى بمرة نهائي زمالك أخذوا ما نفعل شيء المواقع الشمعية الحالية اليوم الأهلي وأكبر فريق إفريقية 33 مليون متابع الرجاء ثاني فريق عربي الآن يعني النهاية سوبر أكبر فريق متوج إفريقيا هذا موقع افتراضي على فكرة لا هل يمكن أن أعمل موقع دلوقتي ودخل عليه بليونه واحد عادي من غير اليوم الأهلي هو الفريق الأكثر تتويجا إفريقيا من البطولات الإفريقية اللي أخذها زمالك في ألف الألفين في ألفين أنا كنت أتمنى من عامل قلب أن يكون للقانون المغرب الفاسي فريقيا ولكن هو أكبر فريق متوج إفريقيا ولدي الأهلي مع كل أسف بالنسبة لي كمغربي ولكن هذا واقع أبو جاسم زمالك هو والد القرن بالمعايير اللي حطها الكاف بعد كده غيروا بقى المعايير وقال لك لا أصل وصل قبل النهائي كذا مرة وصل مش عايف كده ما فيش التتويج هو اللي بتحسب طب الكاف بيعمل كده ليه؟ مع الله أعلم بقى مش هكلمة على الأشخاص يمكن أهلوية أهلوية يمكن يمكن أيوة أيوة ده حقيقة لا لا تشكيك الله يهدق كابتن نادر لكن أنا أتكلم هو نايم رئيس شركة الأهلي دلوقت الكرطة القدم اللي هو بتاع الكاف دلوقت حاليا هو كان مرشح هو مرشح كان مجلس الدربة الأهلي في الدورة اللي قبل اللي فاتت بغض النظر يعني هو الاسم أو اللقب ما بيعطي شيء إضافي للولا إن نادي الأهلي نادي كبير وأكبر نادي في إفريقيا طبعا ما فيش شك قولا واحدين أكبر نادي في إفريقيا لا ما ندرش نقلل يعني ما درش بس احنا بنكلم هو أسماء أهل نادي القرن ما هي نادي القرن أنا لم أقول من أغرب النمازج اللي تشوفه في عياتك هذا الرجل قدم له النادي الأهلي ما لم يقدمه للاعب كرة ولل حتى من أبنائه ونتيجة سمات شخصية فيه هو يستطيع أنه يظهر لك عكس حقيقته عايش هذه الحياة اللي ظاهرها شيء وبطينها شيء آخر خالص وحنثبت لكم من خلال أستاذ إبراهيم هذه الحقيقة المؤلمة للأسف الشديد أستاذ نادر بيتكلم حتى يفتقد إلى أبسط قواعد الاستناد إلى الحقائق عندما يقول أن بالمعايير التي وضحها الكاف الزمالك هو نادي القرن أما هو مين اللي إده؟ نادي القرن للنادي الأهلي مش المعايير اللي حطها الكاف واللي خرج ذيكن الزمالكاوي في قناة المنتسبة لزمالك يؤكد على هذا المعنى أن الأستاذ المهندس مصطفى فاهمي عندما أراد أن يلمح أو يلقح الكابتن خالد أن حصل مصطفى فاهمي غير وعمل وعشان الأهلي في حين أن المعايير دي لما تحطت كان الأهلي متصدر بينه بين الزمالك 17 بنت وبعد ما تحطت المعايير دي اقترب الزمالك إلى أن ضاق الفرق إله ثلاثة بنت عشان تعرفوا مين اللي استفاد من المعايير دي لكن لم استطع أن يلحق بالأهلي لأن الأهلي فطن في اللحظة المناسبة أنه لأه لازم يرجع يلعب وما ينسحبش عشان هو اللي أتاح للزمالك أن يقترب هذا الإقتراب والمدش والمثير والغريب يا أستاذ نادر يا كابتن نادر أن الزمالك لم يحتاج منذ بداية القرن الواحد وعشرين ويحاول يغير القاعدة اللي مستمر لحد النهاردة يستفيد منها يا نادي الزمالك ما زالت نفس القاعدة يا كابتن نادر القاعدة مبنية على جمع المجميع يعني أنت متطلع الأول على الثانية والعامة بيقولكش أنت طلعت الأول في كم مادة بيقولك جبت مجموعة ده إيه هو ده القاعدة القاعدة المنطقية لأي شيء للتفوق هو ده المعيار أما أنك أنت عايز تغازل الزمالك كما غازلت الأهلي لتاخد مكتسبات هذا شأنك هتقولي أنا مغزلتش الأهلي طب هو لما الأستاذ لما المهدس مصطفى فهمي يقدم إليه فيما يشبه التلقيحة اللي أنت بتقولها نظير خدماته للنادي الآلي شوفوا ده الوقت ناب رئيس شركة بعد خمسة وعشرين سنة من فوز النادي الآلي مين كان أنت قدمت إيه والأهلي كان لما ادى لك رئيس رئيس لجنة أو رئيس أو مدير الشركة للإنتاج الإعلامي كان بيرشيد بإيه يا كابت النادر ياللي طلعت قلت أنا أسست أسست إيه وعملت إيه أنت أسست إيه وعملت إيه كابت النادر وقت الثورة تبقى ثوري وقت السلم تبقى دولفوماسي وقت الأهلي تبقى أهلاوي وقت الزمالك أنت الزمالك الذي لا يشق لك الغبار لدرجة أن لو ابنك قلب أشجع الأهلي كنت تعمل في إيه ما تورينا أستاذ إبراهيم بص يا جماعة قبل ما نشوف ده لأنه الأمر في اللي فات ده أنا قلت لكم يتعلق بيه إزاي نحترم كياناتنا بره كابت النادر السيد كان في كلامه جاهل بحقيقة الأمور جاهل بحقيقة الأمور لأنه لما يقول المعايير اللي الاتحاد الأفريقية حطها قالت الزمالك نادر القرن مش الأهلي جبت ده منين جبت ده منين بجد ده كلام فيه كذب وفيه جاهل الاتنين مع بعض لكن الافتراء الشديد على قيمة بحجم المهندس مصففاه والتلقيح على أنه ما هو ده اللي حط المعايير وشوفوه دلوقتي نائب رئيس شركة لها لكرة القدم بالمناسبة المهندس مصفى فاهمي سكرتير الكاف من 82 لعشرين عشرة كل بطولات الزمالك في دوري أبطال أفريقيا اللي نادر بيتكلم عليها تحققت في عصر المهندس مصفى فاهمي إيه رأيكم إنه الزمالك مصفى فاهمي مش موجود في الكاف من 2010 الزمالك كان بطولة ولا بطولة في دور الأبطال ولا بطولة آخر بطولة في 2002 2003 وحتى الآن ولا بطولة ومصفى فاهمي الراجل بقاله 12 سنة برا الكاف إزاي يتم التلسين عليه بهذه الطريقة لكن الفكرة بقى بتاعت الشعبية لا قصوا شعبيت الأهلي مواقع افتراضية إيه ده إيه ده بجد ده أنت اشتغلت شوية في التسوية يا نادر مش معقولة لأنه حتى يترد عليك أولا الراجل الإعلام المغربي أسامة بن عبد الله ما كانش الراجل بيتكلم له على الزمالك ولا عن أي حاجة في مصر بيتكلم عن قيمة الأهلي والرجاء وحجم الشعبية بتاعتهم وبطولاتهم عشان يدلل على صعوبة وقيمة مباراة السوبر ده الكلام المفروض يسعد أي إنسان مصري أو عربي كيانين شعبيين كبار بحجم الأهل والرجاء مدايك ليه؟ علشان تقعد تجذب كل هذا الكذب في المجلس وتدعي على الأهل وقياداته ورموزه بالمناسبة عشان الجمهور يبقى عارف النادي الأهلي ما بيقصرش مع حد النادي الأهلي لما جاء بالكابت النادر السيد كان حارس مرمى النادر مصري وبالمناسبة كان في المنتخب كان آخر مباراة لعبة مع المنتخب عشان لما طلع قالك أنا كان هدف أن أروح النادي الأهلي عشان أرجع المنتخب لا أنت كنت في المنتخب أوكي فشوف حاجة تانية النادي الأهلي عمله إيه؟ ممكن أسألك سؤال بس الأول في حيثة دي؟ هو ليه ما كانش في الزمالك؟ يعني بيموت في الزمالك يعني يعني أنت في المصري وعندك فرص تنتقل لأي مكان اخترت الأهلي عارفين الأهلي المحترم قوي ده عمل إيه؟ نادر السيد هو اللعب الوحيد في جيله اللي النادي الأهلي ميزه عشان عصام الحضري الحارس الدولي الأساسي اللي بيلعب وعشان نادر السيد حارس المنتخب فما بخسوش حقه ده الأهلي عمله إيه؟ العقد فيه نسب مشاركة انت بتاخد 25% مثلا من قيمة عقدك مرتبات شهرية بتاخد 50% من قيمة العقد مقدما وبتاخد 25% على نسب المشاركة أو 50% نادر السيد هو الوحيد في جيله بصوا بقى جيله مين؟ انت بتتكلم على بوتريكا وبركاته والجمعة وعصام الحضري وأحمد حاسم بعد كده يعني نجومته قلبي جد بقى نادر السيد هو الوحيد اللي تم استثنائه من شرط نسب المشاركة وخد عقده كاملا كاملا لأنه حارس المنتخب وفي نفس الوقت عصام الحضري في أفضل حالاته مش بس كده فضل النادر آلي يدي له مكافئة الفوز حتى هو ما بيلعبش يعني عصام الحضر بيلعب والحارس الأفضل في أفريقيا ونادر ما بيلعبش بس بيدي له مكافئة الفوز زيه زي عصام الحضر لأنه حارس دولي ترجمة نانسي قنقر